للحديث إذن عن الأسواق الخليجية تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية في شرح الأخبار صباح الخير من جديد ماري يعني قبل خليل كنا نتحدث عن الهدوء الذي يسيطر على تدولات الأسواق الخليجية بالتزامن مع مراجعة فوتسي وانتهينا بالحديث ولم نكمله فيما يتعلق بهذا التباين في المحاصلة الأسبوعية كأداء بين أسواق الخليجية صباح الخير محمد مرة تاني يعني فعلا كنا عم نحكي على التباين بأداء الأسواق وهي شغلة عتدنا علي مؤخرا بقلب الأسواق الخليجية يعني عم بيكون في عنا ارتفاعات دايما عم بتكون إجمالة على سوق دبي المالي تراجعات متزامنة دايما على مؤشر السوق أبوظبي صحيح النسب عم بتكون قليلة ولكن متل ما دايما منقول أنه عم بتكون تراكمية يعني مع مرور الوقت عم بتكون النسب جدا عالي حيث عم تسجل سوق أبوظبي أسواق أداء بين دول الخليج من بداية العام لليوم بتراجعات تقريبا بحدود 8% بالوقت يلي في عنا ارتفاعات بـ 11.5% بسوق دبي و 10% تقريبا على المؤشر السعودي المستثمرين كنا عم نحكي محمد أنه بلشوا الانتقائية تبعا منذ بداية العام فيما يتعلق بالأسهم يلي بيتم التداول عليها وحتى بالتوزيعات يلي هي عم تستقب أكتر المستثمرين يعني عم نشوف توزيعات سوق دبي المالي خاصة من بعض الإدراجات والإكتبات الأولية اللي حصلت بالعام الماضي لأسهم تبعها عم بتكون عوائد تبعها عالية فبالنسبة للمستثمرين هي عم بتكون الحاضية بالحصة الأكبر في تداولاتهم وفترات طويلة يعني ممكن أن نشوف حتى استثمارات أو تداولات يومية أو قصيرة المدى بسبب الجروث يلي بيصير على سعر السهم أو الارتفاعات يلي عم بتصير على سعر السهم إضافة للتوزيعات يعني عم بتكون المحفزات أكتر مما هي موجودة ببقية الأسواق المؤشر القطري يعني إذا منطلع عليها هنلاقي أنه الأداء جدا بشكل عرضي يعني بتدبذبات عم بتكون جدا قوية أكتر من بقية الأسواق يعني أوقات منطلع منلاقي في ارتفاعات على المؤشر القطري منلاقي بوقت آخر عم بيكون في تراجعات وهيدا بسبب التضارب بين المستثمرين المؤسستيين والأجانب والمستثمرين المحليين يعني دايما في مثل نوع شت حبل بين الاثنين فمنلاقي إنه وقت بيكون في ارتفاعات بيكونوا المستثمرين المحليين هن طاغين بتداولاتهم وقت بيكون في تراجع بيكون المستثمرين الأجانب بالعمليات البيع اللي عم تحصل هن اللي عم بيكونوا طاغين الصورة ستبقى على هذا الشكل يعني اليوم إلنا على آخر الجلسة حنشوف الفوتسي مراجعتهم وهي حتكون إلى تأثيرات بهذا اليوم يعني بعد ما انتهينا ماري من حفلة البنوك المركزية هذا الأسبوع ونتائج المراجعات لفوتسي شو اللي منتوقعه الأسبوع المقبل شو اللي يهيمن على اتجاهات وتداولات الأسواق الخليجية هل رح يعني تعود المضاربات للأسواق كيف نتوقع تكون أحجام التداول مع غياب المحفزات إن صح التعبير محمد نحن قريبين جدا من نهاية الفصل يعني بعد فعالنا أسبوعين بينتهي الفصل فكثير من المستثمرين يبنيبلشوا يتمركزوا بسبب النتائج يعني نشوف الاستثمارات تبعهم متعلقة جدا بالتوقعات للنتائج تبع الربع التاني فممكن أن نشوف في فترة من الفترات نوع من هدوء شوي بقلب الأسواق قبل ما نرجع نشوف الزخم بسبب النتائج يعني مش هينطروا المستثمرين لبدء إعلان النتائج ببالشوا قبل بفترة ياخدوا احتياطاتهم أو ياخدوا استثماراتهم ويتمركزوا فيها كرمال أن التوقعات تبع النتائج كيف رح تكون بالنسبة له إذا كانت إيجابية أو إذا كانت يعني ضمن التوقعات إلى آخرها من سين منشوف تداعيتها مع إعلان النتائج بداية شهر الجاي شكرا لك ماري سالم المحللة المالية في شرق الأخبار على وضعنا في صورة هذه التحديثات من الأسواق الخليجية كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا لك